كلمة سعادة السفير دكتور خالد زيادة سفير الجمهورية اللبنانية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل معالي أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم كان من دواعي سروري وامتناني أن أشارك في العمال التحضيرية لهذا المؤتمر وأن أتقدم بورقة من الأوراق التي تضمنها التقرير والواقع أن الأسئلة الكثيرة التي طرحت خلال فترة تحضيرية تؤشر إلى مدى معاناتنا في العالم العربي من العديد من القضايا والمسائل التي تقف حجر عسرة أمام التقدم وأمام التطور وأمام النهوض والازدهار لا أريد أن أشير إلى كل هذه المسائل ولكن سأشير إلى مسألتين أساسيتين المسألة الأولى تتعلق بمؤسسة التكامل العربي وهي جامعة الدول العربية هذه الجامعة التي نحتفل اليوم بمرور سبعين سنة على تأسيسها هي من أوائل المنظمات الإقليمية في العالم المعاصر ومع ذلك فإن هذه الجامعة كما نرى جميعاً وكما تثبت التجارب تتعثر في الكثير من الأحيان أمام القضايا الأساسية التي تواجهنا الواقع أن فكرة تطوير الجامعة أصبحت سابتة من السوابت التي أجمع عليها المشاركين في هذا المؤتمر وفكرة تطوير الجامعة تقوم في الواقع الأمر الأمانة العامة للجامعة الدول العربية بإعداد الأوراق ويناقش المندوبون ثم مزراء هذه المسائل التي لا بد منها بعد مرور سبعين سنة حتى نواكب المنظمات والمجالس والاتحادات الإقليمية التي تتكدس فيها التجارب الكثيرة والتي يمكن أن نتعلم منها إن كان الاتحاد الأفريقي وإن كان الاتحاد الأوروبي لكن كل ذلك يبقى أمرا هاما وأساسيا ولكن يتطلب ما نسميه وما نتفق عليه بالإرادة السياسية الإرادة السياسية للحكومات العربية التي ينبغي أن تظهر المزيد من فكرة التكامل ودعم هذه الجامعة واعتبارها الإطار الأساسي الذي يجمعنا النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها في مداخلة القصيرة مسألة تتعلق بالفكر نحن الآن في دعوة من مؤسسة الفكر العربي لمناقشة المسائل المتعلقة بالعالم العربي والوطن العربي وخصوصا المسائل الفكرية والواقع أن المسائل الفكرية ينبغي أن نوليها العناية القصوى في هذا الظرف وفي هذه المرحلة التي نعيش فيها ولا بد من إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي درجنا على تقبلها خلال مراحل وعشرات السنين في هذه المداخلة أريد أن أشير إلى نقطة أساسية وهي ضرورة تجديد الفكرة العربية تجديد الفكرة العربية يكون بإعادة النظر بأكثر من مائة سنة من تطور هذه الفكرة وأنا في ورقتي قلت واقترحت الأمر التالي هو التمييز بين العروبة وبين القومية العربية العروبة هي جامع ورابطة ثقافية وهوية لكل الناطقين باللغة العربية أما القومية العربية فهي إديولوجيا نشأت في السلاسينات والأربعينات وقامت على مجموعة من الشعارات وللأسف فإن جميع الشعارات القومية العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية قد أخفقت وأخفقت الأنظمة التي حملت هذه الشعارات نحن بحاجة إلى أن نتجاوز القومية العربية أن نكون صريحين وشفافين ونقديين وأن نجري مراجعات عميقة لكل هذه التجارب تحت شعارات القومية العربية نحن الآن بحاجة إلى العروبة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الإقليمية من حولنا يعني الكل يعلم هذه التحديات إن كانت تحديات التركية أو الإيرانية أو غيرها العروبة هي الجامع وهي الضامن لنا جميعا عندما نجدد فكرتها ونتجاوز كل ما علق فيها خلال الفترة السابقة ولا بد من القول بضرورة المذاوجة بين مؤسسة الجامعة العربية وبين الجهد الفكري الذي ينبغي أن ينصب على تطوير فكرة العروبة وشكرا لكم شكرا لكم